الجواب الصحيح هو المسيح عيسى عليه السلام لأن الله رفعه إليه السؤال الثاني وشيقول سؤال ثاني يقول ما هو عدد أبواب الجنة إذن الجواب إذن عشر ثواني عليه نقطة إذن عدد أبواب الجنة هي ثمانية أبواب السؤال الثالث وشيقول السؤال الثالث يقول ما هو أكثر عنصر كيميائي متواجد في جسم الإنسان عليه أيضا نقطة في كل مرة نحسب النقاط التي تحصلت عليها عشر ثواني تكفي أن أجيب على هذا السؤال الجواب صحيح هو إذن العنصر الكيميائي المتواجد في جسم الإنسان بكثرة هو الأكسيجين السؤال الرابع وش يقول سؤال الرابع يقول ما هو الجهاز المستعمل لقياس الضغط الجوي أيضا هنا عليه نقطة كاملة إذن الجواب طبعا بعد مرور عشر ثانية إذن الجواب هو جهاز البارومتر نجيل سؤال الخامس سؤال الخامس يقول كم عدد أسنان الإنسان البالغ عليه أيضا نقطة عشر ثواني للإجابة الصحيحة على هذا السؤال كنت تعرفوها الجواب الصحيح هو إذن عددها هو 32 سن سن السؤال السادس عليه أيضا نقطة وش يقول سؤال السادس يقول في أي محيط غرقت سفينة التيتانيك عليه أيضا نقطة في كل مرة نحسب عدد النقاط المتحصلة عليها الجواب بعد عشر ثواني وش يمثلي إذن الجواب الصحيح هو المحيط الأطلسي نجيل سؤال السابع وش يقول سؤال السابع يقول ما هي الدولة التي أطلق عليها مهد الديانات نقطة كاملة على هذا السؤال عشر ثواني بعد مورود حسب عشر ثانية الجواب الصحيح هي دولة فلسطين السؤال الثامن يقول سؤال الثامن كيف يسمى صغير الخروف عليه أيضا نقطة عشر ثانية تكفي أن أجيب على هذا السؤال الجواب يسمى صغير الخروف الحمل السؤال التاسع يقول كم عدد العظام الموجودة في جسم الإنسان البالغ عليها أيضا نقطة إذن كم عددها؟ إذن الجواب الصحيح عددها هي 206 عظم السؤال الأخير السؤال العاشر السؤال العاشر يقول سؤال العاشر ما هو الكوكب الملقب بالكوكب الأحمر؟ نقطة كاملة على هذا السؤال عشر ثواني إذن بعد مرور عشر ثانية الجواب الصحيح أيضا هو كوكب المريخ بهذا نكون عند نهاية هذه الأسئلة حظ موفق للجميع إن شاء الله علامات جيدة إذن إن شاء الله كونوا قد جوزتوا معايا بعض الدقائق المفيدة تمنيتي لكم بالتوفيق عطلة سعيدة إلى الملتقى إن شاء الله متى ما تنسوناش فقط بالتعليقات المشجعة لهذه الفيديوهات سلام الله عليكم إلى الملتقى إن شاء الله